دعم جديد يقدم لليمن بما يقارب خمسين مليون دولار أمريكي مقدم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ في البلاد عفق تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي فقد ساهمت الوكالة السويدية للتعاون التنموي سيدا بتمويل جديد بقيمة إجمالية بلغت 49.37 مليون دولار أمريكي لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والأمن الغذائي وكذلك التكيف مع المناخ في اليمن وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مؤخرا تهدف إلى دعم المرحلة الثالثة من البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي والتكيف المناخي في اليمن لفترة ثلاث سنوات تبدأ من مارس 2022 ويستهدف البرنامج ما يقرب من ثمانية ملايين ونصف من الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع بما في ذلك النساء والعاطلين عن العمل والشباب والأقليات المهمشة وكذا المشردين كما يهدف البرنامج الذي سيتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية عفق التقرير إلى تعزيز قدرة المجتمعات المتضرة من الأزمات على إدارة المخاطر والصدمات المحلية لزيادة الصمود والاعتماد على الذات